يدهمنا خلينا روح لك ونتكلم على مدينة السادات لنازل بندي بقى الراحل محمد أنور السادات رئيس محمد أنور السادات مرحبا أنه حط حجر الأساس في السبعينات في مدينة السادات وتنبأ كل التنبؤ أن مدينة السادات هيكون لها دور قوي جدا في الصناعة المصر أنا يمكن في السؤال ده هؤلاء عندي معلومة جميلة جدا فضل يفهم هي أساسا يعني تعتبر بكورة إجابة السؤال الله يرحمه السيد الرئيس محمد أنور السادات رحمة الله عنه آه لما خد قرار بإنشاء المدن الجديد سنة 79 هنه يمكن كنا لسه عندنا سنة ثلاثة أربع سنين ولا حاجة آه أخد قرار آآ آآ مدينة السادات كان المخطط لهت بعاصمة جمهورية مصر العربية آآ وكلف الدكتور فاروق الباس آآ وفريق عمل معه دكتور فاروق الباس كان قدوة آآ طبعا للدولة المصرية آآ طبعا رحمة الله علي آآ هو وفريق عمل يوجدولي وبحسولي على أميز موقع في الجمهورية عشان أنشئ فيه الأساس لمدينة مدينة السادات أيامها الله أرحمه واختاروا هذا الموقع وسمية مدينة السادات لتصبح عاصمة مصر أيامها أولا موقع مدينة السادات السوزيسين طبعا هو أنا شافنا هو موقع استراتيجي ده بيحكى عن نفسه مدينة السادات حضرتك تقع ما بين عاصمتي الدولة المصرية أليا القاهرة رقم واحد واسكندرية رقم اثنين صحيح صحيح بين محفظتين الأم طيب خلينا روح لك في زيارة الرئيسة في تأسيسي يمكن اعتاد على بعض الزيارات ومتبعته لتنفيذ بعض المصانع أنت عارف أن في مدينة السادات فيها حوالي أكتر من 297 مصنع للقوات المسلحة الهدف من المصانع دي يا جماعة عشان بس أن فيه تجار وشركات وكانوا بيتحكموا عشان بس الناس تبقى فاهمة كانوا بيتحكموا في السوق المصر بشكل مختلف ورئيس النهاردة طور مدينة السادات بعد أيقونة حجر الأساس من الراحل محمد أنور السادات فأنا شايف أن مدينة السادات رح في حتة تانية خالص كنت هنقلك أنا على إجابة السادات شرفت مدينة السادات بزيارة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أكتر من زيارة كل زيارة كان لها اتجاه معين وحاجة فعالة على الأرض الواقحة غيرت من وضع مدينة السادات اتحطت في إطار الاهتمام الدولة اهتمت بمدينة السادات أضافت لها مشاريع حيوية والستثمارية عادت بالنفع على الشباب والساكنين بمدينة السادات على رأسهم طبعا زي محددتك نوية اللي هي مصنع سيلو أو منتجات شركات سيلو اللي هي البسكوت والمقارونات والمعجنات بجمعها مش عايز انسى طبعا حاجة مهمة جدا زيها زي سيلو ألا وهي المدينة مدينة النسيج الصينية في السادات اه في السادات برضو تحت رأيس السيد الرئيس عبد الفتاح السيس اه اه وجيه حط وضع حجر الأساس فيها دي هتيبقى مصان اه طبعا احنا الوقت بيدهمنا والحلقة خلص بسرعة تمام كنت مننا أولي 40 دقيقة انا بشكو حاجة جدا طبعا المهندس احمد الشرباجة رئيس مجلس ادارة شركة الشرباجة للتشييد والبناء والتطوير العقاري بمدينة السادات انا بشكرك على وجودك الحلقة كانت صغيرة بس ان شاء الله يبقى معنا حلقات قادمة بإذن الله في الستوديو وفند شكرا افضل مشاهدين القرام ممكن دي كانت حلقتنا من برنامج يحدث بالفعل انتظرونا في حلقة قادمة دمتم في رعاية الله وامنه